كثير من الأسئلة تطرح كل يوم حول مصير المساعدات إلى أين تذهب؟ وهل تصل للمحتاجين؟ ومن هي الأطراف أو المنظمات التي تشرف على إيصالها؟ برنامج الغذاء العالمي وفي جديد بياناته قال إن مستويات عدام الأمن الغذائي شهدت تراجعاً في 29 مديرية من أصل 45 مديرية مصنفة على أنها الأشد تضرراً من الجوع البرنامج أوضح أن مستويات عدام الأمن الغذائي الشديد انحسرت غير أنه أكد في المقابل أن أكثر من 11 مليون شخص في اليمن لا يزالون يكافحون بشكل يومي من أجل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء وهو رقم كبير بالنسبة لحجم المساعدات التي وصلت إلى اليمن والتي لا تصل إلى الفئات المستهدفة عدم أصول المساعدات لمحتاجها كان عنوان المرحلة الأكثر سودوية في الحرب حيث تزايد مؤخراً منسوب التلاعب بالمساعدات المخصصة لإطعام الجوع وعلاج الجرحة أصادر مطلعة قالت إن هذا التلاعب يحدث في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالأكثر في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الذين وضعوا أطرافاً تابعة لهم تنظم آلية توزيع الأموال والمساعدات برنامج الغذاء العالمي وفي وقت سابق قال إن الحوثيين يعرقلون بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص المحتاجين وهذا النظام يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه لضمان وصول المساعدة لهم سرقة اللقمة من أفواه الجياع هكذا بات الوضع في بلد غارق بالحرب والأزمات والنزاعات المسلحة ترجمة نانسي قنقر